من زمان فيه سؤال حقيقي واقف في زوري يعني ليه أمهاتنا كانت مركبة لنا الرعب في حياتنا خلال الطفولة؟ ليه ست الحبايب عشان تخليني معاملش حاجة حياتك شايفها غلط؟ لازم تطلعيني البلال أزرق في حياتي تخليها مثلا كلها كوابيس طبعا زي كل الأطفال المصريين شافت أيام عسل سود ومهبب في موضوع أمنا الغولة أبو رجلي مسلوخة لو أنت مش عارفة حاجة هفها يعني لو أنت مثلا ما نمتش يلا نام يا إما أمنا الغولة هتيجي تعد رقابتك ليه؟ ليه الرومانسية الطفولية دي فيه دايما خوف من الحاجة المبهمة اللي مش معروفة بس دايما ده جيلة عزمان يعني جيلة إحنا كان ممكن يخاف من قطر فران وجودة جيل دلوقتي يسمى الله أكبر ولدنا لا بيخافوش ولا الهوى لأن خدتهم فيلم رعبة بقولك مغام يا حبيبتي إذا كان إحنا كل حاجة العيال بتعملها وتحاول يتخوي فيهم زي ما إحنا كنا بنخاف وإحنا صغيرين يقولك يا أنت سو صح صح معاتش طب الشي اللي منه الآيباد يترعب أخرك اللي أنا بعمله ده العقاب ده اللي أنا عملته للولادة مثلا عند سن معين يعني دلوقتي سنة سنة ونسل ما بقاش يأكل معاهم الكلام ده ما فيش مثلا حرني من حاجة بيحبوها تجيب معاهم مش مشكلة حتجيب بيها بك أصلا ده عايزة يتفرج على الأفلام فيها دراكولا وبيحبوا دراكولا بقوا متعفلين معاهم أيوة صحيح ده أنا ابني مساهم قولوا إي يا ابني إي تفرج عليه قولي إي يا مامي ده مصاص الدماء صحبنا مصاص الدماء صحبك إزايحة بيه ده لما كنت بشوفوا الزمان في الأفلام كنت منعد نستنى مصاص الدماء ده دراكولا ده يعني حاجة كت بنسباننا قمة الرعبة إحنا تبارن أيوة بتعبوا عين واحدة وتمام اللي هو الكارتون مينيونس ما هو كل ده بقى يتعمل صحف في الكارتون مينيونس بقى وبيحبوها وبقيت شونتز المدرسة اللي إحنا زمان كموكل لو شوفنا حاجة بعين واحدة هنتثرع أيوة